صباح الويد والفل والياسمين يا رب يومكم يكون جميل ويرزقنا جميعا ان شاء الله النهاردة بقى نفكر هنعمل ايه ولو ان انا فكرت خلاص يعني انا بصراحة النهاردة قلت احنا الايام اللي فاتت عملنا اكلات سهلة وسريعة عشان خطر نراعي الناس اللي عندهم اولاد وعشان خطر الناس اللي بتشتغل طيب برضو عايزين كده من فترة للتانية نعمل اكلة تكون من الاكلات المحببة للناس واكلة حلوة يعني هي محتاجة لو واحدة ستة قاعدة في البيت سهل جدا ان هي هتحطرها وتعملها في نفس اليوم لو واحدة بتشتغل انا افضل انها تعمل الخلطة في يوم وتحشي وتزبط وتسوي في يوم تاني اللي هو اليوم التاني على طول يعني عشان نبقى بقسم الوقت النهاردة انا بسراحة قررت ان انا هعمل محشي زي ما احنا شايفين كده هعمل محشي ابيض واسود لولبتنجان وهعمل معاه في الفل وكمان لو هنعمل صنف الحيوم جنبهم ممكن نعمل النهاردة فراخ بانين دي هتبقى حلوة قوي جنب الاكلة دي طبعا برضو دي من الحاجات السهلة تحضرها يعني اللي مش هتاخد وقت طويل اعتقد جنب الاكلة دي ممكن يا اما طبق صلطة يا اما بتنجان مخلل هتبقى حلوة جدا 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 واعتقد ان كده تبقى كفاية قوي وما نقطرش برضو عشان احنا برضو استهل احنا لسه في الحر مش عايزين نكون يعني بنعمل اكلات تاخد من وقتنا كتير بالنسبة للغسيل الخضار انا دايما بحب اخسل الخضار في ميا بخل الخل يعني مادة كويسة جدا بتساعد على نظافة الخضار بتاعك وانا بصراحة ببقى بتطمنها لما بخسل الحاجة بميا وخل جربوا الطريقة دي ولو حد مش عارفها يعني كده احنا خلاص قلنا اقتراحات النهاردة محشي فرخباني صلطة او بتنجان مخلل والفهانا وشفا ويومكم جميل ان شاء الله